معي اليوم تلفزيون من شركة الجي تسمعتني صح؟ شركة الجي وما رح يكون OLED كملني ادري سنين اللي طافت شركة الجي انشهرت ب OLED 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 مو ها التلفزيون هذا التلفزيون رح ييبلك بانل بتقنية الميني LED من شركة الجي يا جماعة الخير لنا حتى شركة الجي استوعبت ان المستقبل رح يكون بالميني LED بانلز بس قبل انبلي شو ندخل في التفاصيل يعطيكم من الصح والعافية معاكم احمد بوعريكي بهذا الفيديو رح نتطرق حق كل ما يخص تلفزيون LG QNED90 مع ميني LED بانل اول شي هذا التلفزيون رح ييكب ثلاث احجام 86 و 75 و 65 اللي موجود معي رح يكون 75 بوصة بالنص تماما من ناحية الابعاد بحواف جدا صغيرة ونحيفة دار ما دار الشاشة اللي خلي طريقة العرض مالت هذه التلفزيون تحس ان الشاشة قاعد تطفو بدون اي نوع من الحواف اللي يعطيه شكل حلو لما تعرض عليه محتوى او طالع مسلسلاتك وافلامك او اكيد لما تقع تلعب فيديو جيمز تفاصيل وايد اكثر عن الالعاب التالي بس هم بعد نفس الوقت فيه ميزة انك انت اذا طفيت التلفزيون او مقعد تستعمله تقدر تستعمل الفريم نفس الموجودة الحين من خلفي انه هو يبدل لك الصور ان كانت مبنية على التلفزيون نفسه او تقدر تحط الصور اللي خاصة فيك عشان يصير كأنه قطعة من الاثاث ما لازم يكون مستطيل اسود لما ما تستعمله تقدر تستفيد منه كفوتوالبوم او ديجيتال فريم وايد وايدي كبير بس كعادتنا خنبلش بالملموس وانت ما رح تلمس شي بهذا التلفزيون غير الريموت كنترول اللي موجود معي هنا الريموت رح يبلك شغلة انا استانست عليها هي الروتيتر دالي رح تكون موجودة بالنص عشان تقدر توجه التلفزيون حق النظام التشغيل اللي رح يكون مبنى عليه مبنى على ويب او اس النظام التشغيل الشهير من السابق اللي خذتها الريموت وحطتها على تلفزيوناتها علشان يعطيك امكانيات ذكية من ناحية ذكاء الاصطناعي حق الصوت الصورة هل امور هذي كلا رح تطرق لها بعد شوية لكن هم بعد دعم حق التطبيقات الاساسية نتفلكس يوتيوب وقنوات اخبارية ثانية تقدر انت تستعملها تكون بلتن على الجهاز نفسه شي ثاني الريموت رح يكون الطريقة اللي انت تقدر تستعمل فيها اوامر الصوتية او تقدر تستعمل اوامر الصوتية الخاصة من شركة الجي مع ذكاء الاصطناعي المال ثينكيو اللي رح يكون موجودة هنا اللي ممكن يأخذ منك الاوامر حق شغلات بسيطة او تعقيدية نفس النشلون يقدر يبدل ما بهر البرامج او التطبيقات اللي رح تكون محملة او المبنية داخل الجهاز نفسه فالريموت فعليا فيه بلتن مايكروفون حق هذه الامور لكن هم بعد رح تقدر تستعمل البلتن مايكروفون اللي موجود عشان تسوي حق الصوت بالاجواء اللي موجودة عندك وهذه اول ميزة من ناحية استخدام شركة الجي مع تقنية ثينكيو حق ذكاء الاصطناعي انه شلون يقدر يعطيك افضل ناتج حق الصوت من ناحية اللي تقدر تسوي من خلال الريموت والمكروفون اللي عليه زائد اللي يقدر يعطيك حتى حق الشاشة نفسها المستشعرات اللي موجودة بالشاشة عشان تقدر تواكب الاضاءة والاجواء اللي موجودة عندك تقدر تحسن لك ناتج الصور بشكل تلقائي بدون انت تسوي اي شيء عشان تقدر تستمتع بالمحتوى اللي انت ممكن تعرض على الشاشة بس هم بعد تقدر تدخل انت في اعدادات يدوية علشان تقدر تعيير البروفايل اللي خاص فيك ان كان سينيما نوترل او حتى او غيمينج مود او غيمينج اوبتمايزر علشان نحسن لك الوضعية اللي انت ممكن تحصلها لما تيتي بتلعب الالعاب وشي ثاني هم بعد حطولك ياك داعم حق الالعاب موجودة هنا وهو منفذ اتش دي اماي واحد منهم سيدعملك اتش دي اماي 2.1 علشان يعطيك تردد عالي الى 120 هرتز على سبيل المثال وداعم لدقة الفور كي رح تكون موجودة هنا امورك رح تكون بالسريم حق الالعاب هم بعد لي جدام وهذه الامور كلها ما اخوذها بعين الاعتبار مع اكيد البروموشن اللي رح يكون موجودة لساعد البيكسلات انها تستوعب اللعب اللي انت قاعد تسوي بشكل مطبيعي الحساس العالي من ناحية الرفرش ريت رح يساعد علشان هم بعد يحسن لك اللعب ممكن يكون وهو الفورق ما بين هدشات وما بين رمية عادية وهو هم بعد الناتج ما بين لما تتلعب للعاب ان يحول لك الكنتراست العالي ما بين شي يكون فيه سطوع جدا جدا عالي او شي يكون داكن نفس نون الازود الغامج بالنهاية المينيالي دي بحانل رح تعطيك السواد الداكن انت متعود عليه اللي كانت موجودة مثلا على شاشات الاولد زائد السطوع اللي انت عادة ممكن تحصله اللي من فجأة يكون عندك شي غامج لشي فاتح بدون لا يعطيك ديستورشن حق الالوان فمو كافي ان انت فقط عندك فول فور كي ريزولوشن عندك هم بعد قوة النانو برو من ناحية البيكسلات والالوان اللي تقدر تحصلها لا علاقة بالذكاء اللي استناعينه وشون يقدر اعيير لك البروفيل الصحيح عشان يعطيك الناتج الافضل اللي انت ممكن تحصله بالاجواء والاضاء اللي موجودة عندك زائد الاعدادات التلقائية اللي انت ممكن تحتاجها حق نفس الالعاب على سبيل المثال او انك هم بعد بس بكل بساطة تبتشوف افلام ومسلسلات وهذا اكيد يساعد حق نقطة هم بعد جدا مهمة بالذات حق شاشات كبيرة نفس هذه وهو الزوايا الرؤية هذا التلفزيون يعطيك زوايا رؤية ولا اروح اذا انت كنت قاعد بنص التلفزيون او قاعد على جنب التلفزيون راح تشوف نفس الالوان ما راح يعطيك شفت من ناحية الالوان ولا راح يغير لك الالوان بس لانك انت قاعد بزاوية مختلفة غير التقليدية اللي تكون مجابل التلفزيون تماما وهذا كلها مرة ثانية يرجع حق ذكاء الاصدناعي والباني المالات المينيالي اي دي اللي قلل للديستورشين اللي ممكن انت تحصله من شفت الالوان فبالختام هذا التلفزيون يصلح انه يكون باي غرفة معيشة ممكن تكون موجودة اذا كنت تبي حق لفلام مسلسلات اذا تبي حق الالعاب او بكل بساطة تبي حق لاثنين راح يعطيك الامكانية والكفاءة انت متعودها من شركة ال جين من ناحية جودة الصورة والكفاءة العالية حق الالعاب بنفس الوقت بس بتقنية دي دمات المينيالي دي اللي انا اشوفها اجدر حتى من الاولاد وتوقع بس سمعون على طال الكسور سلامتكم تعيشون احمد بعريكي فمالله الكريم